السلام عليكم مرحبا بكم في القناة مرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم شاء الله وصفة رائعة جدا هاد الوصفة اكيد اكيد سازنال اعجابكم وصفة كتساعد لصباغة الشعر باللون البني الداكن وصفة مجربة ومضمونة ما عليكم فقط تجربتها للحصول على نتائج رائعة وبمكونات متوفرة في كل بيت هذا هو شكل المزيج تابعوا الفيديو الى الاخير لمعرفة المكونات ايضا طريقة عمل هاد الوصفة الناس الذين يشاهدون قناتي لاول مرة لا تنسوا الاشتراك في القناة وذلك بالضغط على زر ابني الموجود اسفل الفيديو ايضا تفعيل الجرس للتواصل بجديد الفيديوهات التي اقدم على القناة ولا تنسوا زيارة حسابي على الانستغرام على مكي ساتركوه لكم اسفل هاد الفيديو بالنسبة للمكونات التي سنحتاج في هاد الوصفة هي المكونات الموضحة امامكم في الفيديو وبطبيعة الحال مكونات متوفرة في كل بيت سنحتاج الى بيضة كاملة سنحتاج الى ملعقة كبيرة من الحنة بالنسبة للحنة يعني الحنة اوراق وتكون مطحونة من الافضل استعمال الحنة اوراق مطحونة وليس الحنة التي تباع جاهزة في علب التي تباع في المحلات التجارية او عندها العطة من الاخضة استعمال حنة بهذا الشكل اوراق مطحونة خاصة لاشهار سنحتاج الى ملعقة كبيرة من الكاكاو المر الذي يستعمل في الحلويات الكاكاو الذي يستعمل في الحلويات الذي يكون بدون سكر طبعا ويكون لونه داكن بهذا الشكل الكاكاو المر سنحتاج ايضا في هاد الوصفة الى ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الدوبان من الافضل استعمال قهوة سريعة الدوبان لانها ستعطيكم نتيجة افضل في هاد الوصفة بالنسبة هاد الكيمية المذكورة في الفيديو هي كيمية لشعر قصير اذا كان شعركم طويل يمكنكم مضاعفة هاد الكيميات يعني عملت مثلا بيضتين ملعقتين من الحناء ملعقتين من الكاكاو وملعقتين من القهوة سريعة الدوبان الان سنمر الى طريقة تحضير هاد الوصفة هناك مكون اخر لم اذكره في هاد الفيديو سنحتاج ايضا الى قطرات من عصير الليمون سنحتاج فقط الى كيمية قليلة فقط قطرات من عصير الليمون الان سنبدأ تحضير هاد الوصفة سناخد اناء بهاد الشكل من الافضل اه وضع القفازات اثناء خلط هاد الوصفة وايضا اثناء اه وضع هاد الوصفة على الشعر اول شيء سنضع يعني النواشف هذا الاناء سنضع الحناء ايضا الكاكاو وسنضع ملعقة كبيرة من القهوة السريعة الدوبان عندي هنا ملعقة صغيرة عملت ملعقتين بهذا الشكل بعد ذلك ساقوم بمتج هذه المكونات جيدا مع بعض حتى الحصول على يعني خليط متجانس بهذا الشكل ساضع هذا المزيج جانبا بعد ذلك سااخد اناء ساضع فيه بيضا ساضيف لها قطرات من الليمون بهذا الشكل بعد ذلك ساقوم بمزج البيض جيدا بهذا الشكل الآن سااخد عفوا الاناء الاول ساضيف اليه البيض وساقوم بمزج المكونات جيدا مع بعض حتى الحصول على خليط كريمي يعني سترون الآن قوام هذا المزيج هذا الوصفة رائعة جدا من الوصفات التي أنصحكم بتجربتها في إعلان ستنال إعجابكم يجب المزج عفوا بلطف حتى الحصول على خليط متجانس وإزالة كل هذه الحبيبات أو هذه التكتلات الموجودة في هذا المزيج يجب خلط كل هذه المكونات بشكل جيد جدا ساستمر في المزج حتى أحصل على خليط متجانس وخليط لين جدا هذا المزيج لازل يحتاج إلى المزج بشكل جيد رائحة هذا المزيج رائحة رائعة جدا لن تبقى لديكم رائحة البيض في الشعر لأن وضعنا القهوة والقهوة تزيل تماما رائحة البيض أيضا وضعنا قطرات من الليمون هذا الأشياء تزيل رائحة البيض بشكل نهائي من هذا الوصفة كما تلاحظون معي يصبح خليط متجانس خليط متجانس وليين بهذا الشكل من الأفضل عدم وضع أي زيوت لهذا الوصفة فقط هناك من يضع زيوت للوصفة لكن أنا أفضلها بهذا الشكل دون أي إضافة دون أي زيت فقط هذه المكونات مع البيض ستحصلون على خليط بهذا الشكل الآن سنمر إلى طريقة عمل هذه الوصفة الآن وصلنا إلى مرحلة وضع هذا الخليط على الشعر سنقوم بتمشيط الشعر بشكل جيد وسنقوم بوضع هذا المزيج من الجذور حتى الأطراف عفوا وتدليك الشعر جيدا بهذا الخليط كما تلاحظون معي خليط ليين وكريمي ومتجانس سنضعه على الشعر من الجذور حتى الأطراف بعد ذلك سنقوم بوضع كيس بلاستيكي أو البلاستيك الغدائي بهذا الشكل ونقوم بلف الشعر جيدا بهذا البلاستيك الغدائي ونترك هذه الوصفة على الأقل على الأقل مدة ساعتين على الشعر هذه الوصفة ستعطيكم نتيجة رائعة بعد ذلك طبعا نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو يرسل الشعر بكل سهولة من هذه الوصفة لأن فيه البيض والبيض يساعد على تنظيف الشعر بسرعة بعد ذلك بعدا ينشف شعر من الماء ستلاحظون أن هذه الوصفة أعطتكم نتيجة رائعة وأعطتكم لون رائع للشعر تعطي لون بني داكن للشعر وتساعد أيضا على تغطية الشيب الموجود في الشعر لا أقول إزالة الشيب ولكن تغطية الشيب الموجود في الشعر وتعطي لون رائع جدا 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 أنصحكم بتجربتها هناك سؤال يأتي في التعليقات أن هذه الوصفات أحيانا هناك من يعمل وصفة لكن لا تعطيه نتيجة أقول لكم شيء هناك من لديه شعر لون شعره الأصلي أسود داكن جدا إذا كان لون شعرك أسود داكن جدا فهذه الوصفة لا تعطيك نتيجة من الاستعمال الأول يجب تكرارها مرات متعددة لكي تعطيك نتيجة لكن إذا كان لون شعرك فاتح يعني لون شعر فاتح وليس أسود داكن جدا هذا الوصفة ستعطيك نتيجة جيدة ومن الاستعمال الأول يعني هذا هو الفرق من لم يعني تعطيه نتيجة جيدة من الاستعمال الأول فيجب تكرارها مرتين أو ثلاثة مرات وفعلا ستحصرون على شعر رائع جدا وعلى لون رائع شدا وخصوصا من يعاني من الشيب هناك يعني من سنه صغير ويعاني من الشيب أنا أيضا لدي شيب في الشعر يعني مسألة عادية جدا فعليكم فقط عمل هذا الوصفة وستساعدكم على تغطية الشيب وكل ما ظهر لكم الشيب تكراروها لتغطية الشيب ومن الأفضل عملوها مرة كل أسبوعين ستحصلون على لون شعر رائع جدا وستحتفظون بلون مدة طويلة في الشعر أنصحكم بتجربة هذا الوصفة أكيد 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 ستنال إعجابكم فعلا أنصدر تعليقاتكم بعد تجربة هذا الوصفة شكرا على تتبعكم للقناة على الفيديوهات التي أقدمها لكم شكرا على وفائكم الدائم أكون سعيدة جدا بقرأتي لتعليقاتكم لا تنسوا نشر هذا الفيديو ليستفيد منه العديد من الناس إلى اللقاء إلى فيديو قادم بإذن الله ولا تنسوا زيارة حسابي على الانستغرام على مكي أكون متفاعلة فيه شكل كبير وأجيب على أسئلتكم بسرعة إلى اللقاء وإلى فيديو قادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر